بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشفى خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة تم التسليم معكم الأستاذ محمد أدم عبد الرحيم مهندس تصميم داخلي من الأكاديمية العربية الدولية منصة أعد في محاضرة نظريات الألوان في هذه المحاضرة سأحاول أغطي بصورة مختصرة جميع الجانب المهمة بصورة علمية كذلك على أساس نتعامل مع الألوان في الجانب اللي بنحتاجها فيها على أساس نوصل لنتائج تكون مناسبة ودقيقة بنسبة كبيرة في مخلطة المادة سنأخذ مقدمة عن الألوان كذلك سنتعرف على الألوان من ثم الإحساس باللون وكذلك تحليل الضوء الأبيض ودائرة الألوان التي ممكن تكون معروفة بدائرة الألوان بصورة شائعة لكن سنتعرف عليها من جانب شيفرل أو دائرة شيفرل ما حسب الصياغة كذلك سنتعرف على تأثير الألوان على حياة الإنسان ومن ثم سوف نصل لنظرية اللون ونعمل دراسات بصورة أعمق حول عجلة الألوان متضمنة الألوان الأولية والألوان الثانوية والألوان الثالثية والثلاثية وكذلك درجات الألوان نتعرف على درجات الألوان ونتعرف على الألوان المحايدة والألوان التكملية أو التكامل اللوني اللي هو الكونتراست من ثم نتعرف على أبعاد اللون اللي هو بتتشكل في طول الموجي طول الموجي الموجود في اللون كذلك درجة حوية اللون وسطوع اللون والكثافة اللونية وسنتعرف كذلك على البعد الرابع وبكده نكون غطينا تقريبا جميع الجوانب اللي لا علاقة بالألوان طيب بسم الله نبدأ أرجو من الله التوفيق والسداد لي ولكم وأرجو المنفعة من هذه المحاضرة طبعا المعروف أن الألوان والإضاءة هما الاثنين مكملين لبعض أو الإضاءة هي أساس وجود اللون كذلك الإضاءة بتأثر على اللون واللون ممكن بعض الأحيان يأثر على الإضاءة علاقة الإضاءة باللون بتظهر عن طريق النظر وعن طريق العين اللي هي الوسيلة الأساسية اللي بنشعر من خلالها باللون وبالإضاءة إذا أخذنا بصورة مختصرة وبسيطة جدا طريقة عمل العين نلاقي أنه الأساس لازم يكون موجود إضاءة بعد كده بنتقل الضوء من مكان لمكان من مصدر بيجي من مصدر أساسي سواء كان ضوء الشمس أو ضوء الإصباح بعد كده بيجي بنتقل من مكان لمكان سواء كان يجي مباشرة بيرتطم بالأجسام الموجودة ملايين المرات ومن ثم بيجي بدخل على العين بيمر بالمكونات والجانب الموجودة في العين من قزحية أو خلينا نقول بداية من القرانية ومن ثم القزحية اللي موجود في منتصفها بؤ بؤ أو حدقة العين طبعا القزحية هي اللي بيكون موجود فيها الجانب المتأثر بصبغة الملامين اللي هو اللون العين سواء كان بني أو أزرق أو أسويت أو رمادي أو أي أن كان اللون ومن ثم بينتقل لعدسة العين اللي هي بتستقبل وبتنظم الأشعة وكل الجوانب دي بتكون موجودة داخل الجسم الزجاجي اللي من داخله كذلك هي العضلات أو الأهداب كما يقال بداية بتكون من الأهداب بعد كده بتكون داخل جسم زجاجي اللي هو بيحمي العين وبشكل الشكر اللي ممكن نقول عليه الكروي شكل الكروي المحاوض لجميع الجانب اللي ذكرناها الآن بنفس الترتيب من القرانية للقزحية لبؤبو العين انتقالا للعدسة وبعد كده بعد العدسة تنظم الضو بتاعت كده تنتقل الصورة اللي منعكسها من الإضاءة اللي هي جاءة عن طريق أشعة طريق أشعة ملعين من الأشعة ننتقل بعد كده للشبكية وفي هذه المرحلة بتمر عبر المخاريط اللي هي بدورة بتكون تمييز الألوان الثلاثة ألوان الأساسية اللي هي بتتشكل تلقائيا ثلاثة أنواع من المخاريط المخاريط بتتعالج الألوان باللون الأصفر كذلك المخاريط بتتعالج الألوان اللي باللون الأزرق ومخاريط بتتعالج الألوان اللي باللون الأصفر ومن ثم تنتقل الصورة إلى الدماغ بصورة مقلوبة العملية النهاية هي عملية قلب الصورة لكن المهم بالنسبة لنا الآن هو الجانب الثلاثة عنصر الإضاءة وعنصر العين كذلك اللون اللي بدوره يكون موجود في الجسم ونتركز كذلك أنه لا يكون هناك وجود للضوء أو لا يكون هناك وجود لللون بدون وجود للإضاءة وده بنقلنا لتعريف الضوء اللي هو الأساس باعتباره هو كتعريف هو الشكل من أشكال الطاقة الإلكترو مغناطسية اللي تسمى بالفوتونات والفوتونات هي تعتبر الجزء صغير جدا من الطيف اللي شعاعي اللي يكون بصورة متوسعة بذكر أنه طيف بالتالي بشكل للضوء اللي هو يكون الشمس أو الإضاءة من المصادر المتوهجة سواء كانت مثلا المصابيح أو الشمع أو غير من الأنواع اللي بتنتج أو بتصدر أضواء لا تكون الأطياف أو الموجات ما بتكون بصورة منتظمة أو بشكل طول موجي واحد بل بتكون بصورة أطوال موجية مختلفة اللي بتكون وحدة قياسها هي النانوميتر وهنا بنجي نتعرف على نوعين من الأطوال الموجية أطوال الموجية بتكون بين 280 ل 760 نانوميتر هي الضوء المرئي وبينسميها بأطوال الموجية اللي بتكون يعني بنسمي أطوال الموجية اللي بتكون أقل من 380 نانوميتر أشعة فوق البرفسجية اللي بتضم الأشعة الكونية وأشعة غاما والأشعة السينية أما النوع الثاني هي أطوال الأمواج اللي بتكون أكبر من 760 نانوميتر في هي بتكون في مجال الأشعة تحت الحمراء اللي بتضم الموجات التلفاز وموجات الراديو ده من ناحية الأطوال الموجية الآن نحن ذكرنا فكرة الأطوال الموجية لأنها فعليا بتتأثر بالألوان ودي الحاجة اللي بتخلي الألوان تتميز عن بعضها نلقي أنه فيه اختلاف الأطوال الموجية بالتالي بتكون فيه اختلاف التأثيرات اللي هو الطول الموجي علاقته بال علاقته علاقة الطول الموجي باللون أنه اللون بيعكس الطول الموجي الموجود بصورة معينة أو بنسبة معينة أو بكمية بتكون معينة ودي طبعا بتتأثر فعليا بطريقة مثلا المرور حق اللون أو طريقة دخول اللون في المكان أو ممكن أقول المسار اللي سالكو الضوء لحد ما وصل الجسم الموجود عليه اللون اللي تعكس بأطوال موجية مختلفة أو تعكس الضوء بأطوال موجية مختلفة فبنلاقي أنه لما تمر حزمة من الأشعة الطبيعية هي أشعة الشمس من خلال مؤشر أو من خلال زجاج بكثافة معينة فهي بتتحلل تلقائيا الأجزاء بأطوال موجاتها بالأطوال حقها الموجات حقها ومن هنا إذا أخذنا مثلا الزجاج اللي انعكس منه الإضاءة تترتب تلقائيا حسب الأطوال الموجية لألوان الطيف المعروفة اللي هو البنفسج والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر بدون ما يكون عنده حجود واضحة يعني كلهم يكونوا مدموجين مع بعضهم لأنه بنلاقي اللون بين اللون واللون في أطوال موجية متقالبة بالتالي بيكون زي ما شعل تلاشي فبنلاقي نفس الفكرة اللي هي بعد انتقال الإضاءة إذا كان ارتضمت بأجسام معينة بيتم التفاعل بين الإضاءة وبين اللون قد يكون في مؤثرات اللي هي أنه يكون فيه انعكاس أو نفاذ أو امتصاص للإضاءة إذا انعكس إذا حصل مثلاً انعكاس بصورة واضحة جداً بيكون الجسم اللي انعكست منه الإضاءة بيكون ظاهر باللون الأبيض أما إذا انتصت ضوء يعني إذا انتصت جسم الضوء بصورة كاملة بيظهر مباشرة باللون الأسود وهنا بنلاقي أنه فيه وجود للون الأسود والأبيض عن طريقة الإضاءة إنما وجودهم في الدائرة اللونية ما بكلهم وجود إلا إنهم عبارة عن وجود الإضاءة وإنعدام الإضاءة اللي هي بتتهم عن طريقة النفاذ الكامل أو الإنعكاس الإنعكاس الكامل بتلقائم بينشاء اللون الأبيض أو إنه الانتصاص الكامل بالتالي هي إنعدام الإضاءة بالتالي بيظهر اللون الأسود بالتالي بتطلع الخامة أو المتيريالز باعتباراً لامعة جداً إذا كان الإنعكاس قوي وكانت الشدة فيه عالية وقوية وكل ما قلت شدة القوة أو شدة الإضاءة الجاية من المصدر كل ما قلت كل ما زاد اللون باحتان بيقى باحت شوية ومال على الرمادي لحد ما يصل للأسود وهنا بنشأ لينا التدرج بين الألوان الأبيض والأسود اللي موجود بينهما الاثنين هي الألوان والرماديات ممكن نقول عليها عائلة الرماديات فهي دي فكرة وجود اللون الأبيض والأسود والرماديات كتدرجات لهم وهذا يقودنا إلى أشكال الإضاءة وأشكال الضوء اللي هو الخصائص أو المؤثرات على الضوء عندنا المعكاس اللي يكون عبارة عن ارتطام الأشعة وارتدادها بصورة منتظمة أو صورة مشتتة أو منتشرة بدون أن تتم فيها عملية النفاذ أو عملية الامتصاص كذلك مع فكرة النفوذ وعضح من اسمها أن الأشعة بتخترق الجسم وبتنتشر أو بتنفذ من خلاله اللي هي بتكون لما تكون موجودة في الماء مثلا أو في الزجاج اللي هي حالة النفاذ بتكون موجودة في الزجاج أو موجودة في المياه أما في حال وجود كثافتين مختلفات إذا كان مثلا في مياه وفي الزجاج بتلقين تضح أو توجدت كثافتين مختلفات فهنا بيظهر عملية الانكسار انكسار رضو مباشرة بنتقل من وسط مثلا إلى وسط مختلف بنقول عليه أنه تمت عملية الانكسار في الإضاءة وبتحدث غالبا أو بتحدث بتغيير في السرعة بسرعة الإضاءة وتسمى السرعة بين الكثافة الأولى وكثافة الثانية بمشعر الانكسار كذلك عندنا عملية الامتصاص بتتمية إما بشكل كامل أو بشكل جزئي وإنه بتظهر فكرة الخامات الخامات المختلفة اللي هي ممكن حسب اللون الموجود أو اللون الموجود في الجسم بلاقي اللون الأسود بيمتص كامل اللون بيمتص مثلا إلى 90% أو 97% إلى 80% على حسب كثافة اللون الأسود وكذلك الأبيض نلقى أنه بيعكس 80% على عكس اللون الأسود بيعكس 80% من الإضاءة فهنا بيكون الامتصاص عما يكون امتصاص كلي أو امتصاص جزئي عندنا كمان فكرة الشفافية بنقول أنه الوسط شفاف في حال أنه بيسمح بنفاذ أكبر كمية من الإضاءة بدون ما يكون فيه تشويح لهو يعني يكون منتقل مباشرة اللي في الغالب بيكون فيه الزجاجة اللي كثافته قليلة وبيكون شفاف تماما كذلك فكرة العتامة هي عكس الشفافية تماما في حال أنه الجسم لا يسمح بمرور الضء من حلاله تسمى العتامة وما بين الشفافية والعتامة بيلاقي أنه فيه تدرجات بين الأجسام في بعض الأجسام بتسمح بمرور نسبة معينة أو نسبة قليلة من الإضاءة اللي بتستخدم في تقليل الإضاءة الطبيعية اللي ممكن الإضاءة الطبيعية يكون لها مخاطر ولها تأثيرات معينة على الألوان من الداخل فأنا بتحكم بفكرة العتامة والشفافية على أساس أنها قللة للإضاءة أو أزويت الإضاءة بتكون بنسبة حسب الاحتياج حسب الفكرة اللي إحنا منحتاجها أو كمية الإضاءة اللي إحنا منحتاجها إذن هذه جميع الجوانب مبدئيا اللي بتأثر على اللون باعتبار الإضاءة بتأثر على الألوان بصورة عامة تمام؟ بداية من وجود الجانب الأساسي اللي هو العين اللي بتميز الألوان استنادا لتأثير الإضاءة عليها والمعالجة اللي بتتيم عن طريق مرور الإضاءة على العين بإنعكاسها على ملايين المرات يعني ملايين المرات في الأجسام بعد كده انتقل العين وتتيم المعالجة واسطة المخارط ونجد نلاقي أنه فيه أشكال مختلفة لانتقال الإضاءة عبر الأجسام وتأثير هذا الأجسام من ناحية التأثير يلاقي أنه فيه إنعكاس وانكسار وانتصاص وانتشار للإضاءة وشفافية وكذلك عتامة اللي بدورها حتى نقلنا للتعرف على الألوان لو تخيلنا إن الحياة من غير ألوان بيلاقي إنه الموضوع ممكن يكون صعب جدا خصوصا لما نشوفها الأفلام أو التيفي الكديم كانت من غير ألوان تلقي إن الحياة ما واضحة بنفس الطريقة حقتها فهذه بتعتبر نعمة كبيرة جدا وبيتظهرين أهمية الألوان اللي هي فعليا بتكون غير لا متناهية وسير بيقوم في العين اللي هي تعتبر ثاني أكثر جهاز تعقيدا في جسم الإنسان اللي بيتمكننا من التعرف على آلاف الألوان أو ملايين الألوان إنه نفرز بينهم بين بعض يعني وكذلك بواسطة العين يمكن الإحساس باللون بالتالي اللون هو ليس صفة من صفات الأجسام منما هو نتيجة إحساس العين بالموجات المختلفة وهنا بتتيب عملية بمجرد ما يستضم أو يرتضم الجسم ارتضت ارتضم الإضاءة بالجسم بتحصل يعني أنه عملية امتصاص بتحصل فعليا عملية امتصاص لجزء من الأشعة وبينعكس الجزء الباقي بالتالي الجزء الباقي اللي بينعكس هو بيأخذ من خصائص اللون وبتمشي على العين فبالتالي العين بتحس باللون وبتدركه اللي هي عبارة عن ارتدات أشعة بتأثر على خلايا العين بالتالي بتوقف الإحساس باللون على ثلاثة أمور هي نقاء اللون اللي بيضبط النقاء حد اللون هو بيضبط عدد الأشعة اللي بتتعكس والأشعة اللي بيتم امتصاصها كذلك زهوء اللون أي قدر تأثيره على العين وصفاء اللون اللي هو قدر تجرده من الاختلاط باللون الأبيض اللي بيديني الدرجة أخف من اللون بالتالي بيكون غير صافي أو باهت نوعا ما وهنا ثم بقول إنه فكرة القوة في اللون اللي إلا مثلا اشتغلت على تصميم وعايز ألقي القوة الموجودة في اللون باستخدم تلقائيا اللون الأبيض وبقدر استخدم عدد كثير جدا من الألوان وأكسر قواعد موجودة في القواعد اللونية ممكن نشوفها فيما بعد لكن عموما اللون الأبيض هو بيقلل القوة بيقلل شبدة اللون اللي هو مع الإضاءة الأبيض في اللون بيظهر الصفاء حق اللون اللي هو بيظهر اللون بصورته الحقيقية وبصورته الفعلية فهي دي فكرة تأثير اللون الأبيض اللي هو في الغالب بيكون موجود الإضاءة نفسه وجود الإضاءة يعني اللون الأبيض اللي هو بالتالي يكون تأثيره بالجسم عن طريق نعكس عدد كبير من الإضاءة ما بيتم الامتصاص فهذه فكرة الضوء الأبيض من ناحية وجوده من ناحية تأثيره على صفاء أو بحتان اللون خلينا نقول بحتان إنه يكون لون باهت بالتالي يكون مختلط باللون الأبيض بعد التعرف على الإحساس باللون حننتقل لدائرة الألوان أو دائرة شفرر اللي هو العالم شفرر اللي هو ضع نظرية للألوان اللي احنا أقول لكم باختصار إنه فيه ثلاثة ألوان أساسية وهي الألوان الفعلية الألوان الحقيقية لدرجاتها الحقيقية ودي الألوان اللي بنوجدها وبنلاقيها في الطابعة اللي هي بتكون السيان سيان بلو الماجين تريد و lleمون يلو سايان سيان بلو اللي هي الألوان اللي بنأخذها على الطابعات الملونة السيان بلو ماجين تريد و lleمون يلو السيان بلو هو اللون النيلي اللي بيعتبره Gr severo أزرخ مشرب بحمرة ويبدو في الطيف مدمج مع اللون الأزرق كأنه بدايته موجودة مع الأزرق ونهايته موجودة مع اللون البنفسجي من اتجاه الآخر وهنا بيكون صعب أنه يتميز بين مثلا بين كونه بنفسجي أو كونه أزرق فهنا فلسفة تيفرر اللي هو بيسمى في الغالب بالألترا مريم بلو الألترا مريم بلو أو أزرق عالي البحار فالعالم شفرور بيرى أن الألوان الموجودة في الدائرة اللونية هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي اللي هي كذلك عندنا الأوليف جرين اللي هو الأخضر الزيتوني عندنا الفيوليت اللي هو اسم ثابت كما هو اللي هو البنفسج وعندنا الأمرال جرين أو الأخضر الزمردي كذلك عندنا الكاديميوم اللون الأحمر اللي مايلي على البرتقال نوعا ما وهي هذه الألوان على حسب نظرية تيفرول أو فكرة تيفرول عن الألوان من ثم ننتقل لتأثير الألوان على حياة الإنسان فنلاقي أنه لا شك أنه الأعمال الفنية اللي أخلدها أو أوجدها الفنان القديم مثلا عندنا فان جوغ وروبينس وسيزان وليونارد بافينش وعيرا من الفنانين وصلوا لأفكار جميلة جدا اللي ممكن كانت تكون مختلفة إذا كانت من غير ألوان فهنا بنلقي أنه الألوان من ناحية إحساس ومن ناحية جمالية هي بتأدي أكبر دور لها ويكون لها أثر نفسي قوي جدا من أكثر العناصر العناصر اللي هو اللي اعتبرنا الضوء عنصر واللون عنصر والأشكال والكتل والزخارف وغير من العناصر الثاني يعني باعتبار عناصر نلاقي أنه اللون هو من أقوى العناصر تأثيرا بعد الإضاءة مباشرة وأثره قوةه بتكون في أنه تأثيره نفسي أو قوة الألوان بصورة عامة تأثير قوة الألوان بصورة عامة بتكون في تأثيرها النفسي وهنا بنجي لفكرة ممكن فيها جدال كثير جدا اللي هو بعض الأشخاص وبعض الدراسات اللي ممكن تكون خاطئة بتميز الألوان بأنه مثلا نقول لك اللون الأصفر بيوحي للشيء الفلاني واللون الأزرق بيوحي للصداقة واللون الأحمر بيوحي للحب الموضوع هنا مختلف تماما مختلف من شخص لشخص اللي هو بيكون مربوض بجانب عاطفي بجانب تأثير تأثير الأشخاص بالألوان سواء كان من فطرة ممكن أنا بالفطرة ما أحب اللون الأحمر بيوحي لي بيشيء مختلف عن فكرة الحب وعن فكرة المودة وغيرها ممكن في بعض الأحيان وعن كثير من الأشخاص اللون الأحمر بيوحي بالخطر كذلك في الحيوانات وفي مغيرة من الكائنات اللون الأحمر بيوحي لها بالخطر فبالتالي بيكون موضع اللون له تأثير في مكان معين بيكون له تأثير وكذلك إن شخص معين بيكون له تأثير مختلف من الشخص الآخر وده بيعتمد على حسب تقبل الأشخاص للأطوال الموجية اللي بتنعكس من الألوان اللي هي تطعم الأجسام بأنه يتم تصاصع بصورة كاملة أو أنها تتعكس الجزء بيتعكس بكل هو أطوال الموجية معينة الأطوال الموجية المعينة بيتأثر على الأشخاص بصورة نسبية على حسب نشأة الشخص ممكن إذا الشخص نشأ في مكان مفتوح للإضاءة طبيعية وكون الإضاءة قوية جدا فبنلاقي أنه تقبلوا للألوان بيكون مختلف من الشخص اللي بيكون موجود في بيئة ممكن تكون مظلمة أو استوائية اللي بنقول عليه الجو الغائم الغائم اللي بيكون فيه كآبة شوية بنلاقي حتى الألوان شكلها مختلف وديبنا القافر التأثيرات اللي موجودة على الفلاتر وغيرها نضيف تأثيرات بتقير الألوان بتأثر على الألوان بصورة كبيرة التأثير على الألوان بالتالي بيأثر على نفسيات الشخص وتقبل الشخص للإضاءة وتقبل الشخص للموجات الضوئية والموجات الأطوال الموجية اللي بتتعكس من الألوان فهي دي الفكرة بتمنى أنها تكون بيئة واضحة وما يكون فيها تعقيد بالتالي بتورليت أحاسيش ممكن تكون فرح سرور حزن غضب إحساس برغبة في عزلة أريحية ممكن من جانب نفسي كذلك ممكن أن أتحكم في الفراق أو الناس الموجودين في الفراق على ساتين وخليهم يكونوا هادئين وخليهم يكونوا متوترين أو أخلي الشخص يقعد فترة معين ما يقدر يقعد في مكان أو يجلس في مكان فترة أطول منها دي كل تحكم بيتم عن طريق الألوان وعلاقتها بالطولة الموجية وعلاقتها بالتأثيرات على الأشخاص ننتقل مباشرة لنظرية اللون اللي هي من أشهر النظريات نظرية للعالم الإنجليزي توماس يون اللي بتقول إن عصاب العين بتستقبل وبتترجم المخ يتم ترجمتها إلى المخ بثلاثة ألوان مختلفة اللي أنا كنت ذكرتها في الأول هي المخاريط اللي بتترجم اللي باعتبار خلايا المخ بتترجم الألوان عفوا النظرية نظرية العالم توماس يون بتقول إنه عصاب العين تستقبل وبتترجم يعني بتترجم الأضواء وبتترجم اللون للمخ من ناحية الإحساس لثلاثة ألوان مختلفة في آن واحد وهي نفس نظرية العالم هلم خولتاز اللي هو العالم هلم خولتاز اللي بتقول إن العصب البصري يكون مكون من ثلاثة مجموعات عصبية بيحدث من تأثير واحدة من المجموعات العصبية إحساس بأحد الألوان الأساسية الثلاثة وهي الأحمر والأصفر والأزرق بعد كده جاءت نظرية فرانسو روت اللي اعتبرت إنه الألوان الأساسية هي اللون الأحمر واللون الأخضر واللون البنفسجي بالتالي أثبتت هذه النظرية إنه عندما يكون تأثير كل المجموعات بنفس الدرجة وبنفس القدر من التأثير تلقائيا بينشع عندنا اللون الأبيض إذا مثلا ثلاثة مجموعات موجودة وكان تأثيرها بنفس القدر تلقائيا بيكون اللون الأبيض هو الموجود أو الإحساس حق اللون الأبيض هو الموجود بعد كده اللي هي من أوضح النظريات هي نظرية نيوتين أو اختراع نيوتين اللي هو اخترع عجلة الألوان اللي بتعتبر هي مفتاح الدخول لعالم الألوان وكذلك بيتمكننا من فهم لغة الألوان وبترشدنا لانتقاء الألوان وكيفية تكوين المجموعات اللونية والمجموعات اللونية هي بتتشكل في أول مجموعة هي الألوان الأولية اللي هي الثلاثة ألوان الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق اللي هي من صفاتها والحادثة الثوابت الموجودة فيها إنها لا يمكن صنعها بمزج ألوان أخرى كذلك هي العناصر الأساسية اللي بتكون بقية الألوان اللي موجودة في الدائرة اللونية اللي هي التسعة ألوان الباقية بمزج الألوان السابقة الأحمر والأصفر والأزرق بتنتج ألوان مثلا مزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق بنتج منه اللون البنفسدي مزج الأصفر مع الأزرق بنتج منه اللون الأخضر ومزج الأحمر مع الأصفر بنتج منه اللون البنفسدي وده بيتم في حال مزج الألوان بنسب متساوية متساوية من ناحية الكثافة ومن ناحية الكمية من ثم بننتقل للألوان الثالثية أو الثلاثية اللي بتتهم بمزج لون أولي مع لون ثانوي اللي بتكون ستة ألوان بنلاقي أن الأحمر الموجود بيكون تأثيره من جانبين تأثيره على البنفسج وتأثيره على الأورنج اللي هو البرتقالي وكذلك تأثير الأزرق بيكون من جانب الأخضر من جانب البنفسج وكذلك الأصفر بيكون تأثيره من ناحية الأورنج ومن ناحية الأخضر فبتنشأ منه ستة ألوان اللي هو بنقول عليه بنجيب اللون الثابت هو اللون اللي تم إنشاؤه اللي هو اللون الثنائي اللي نشأ من اللونين بنقول مثلاً اللون الأخضر المصفر أو الأخضر المزرق كذلك بنقول البنفسج المحمر والبنفسج المزرق كذلك البرتقالي المحمر والبرتقالي المصفر فهي دي بتنسأ منها ستة ألوان وهي كما موضح في الصورة الموجودة الآن عندنا الثلاثة ألوان في المنتصف الأصفر والأحمر والأزرق مزجهم مع بعض بدين اللون البرتقالي زي ما موضح في الدائرة بيلاقي اللون مثلاً البرتقالي على يمينه برتقالي محمر على يساره برتقالي مصفر كذلك اللون الأخضر الموجود على اليمين بيكون أخضر مصفر على اليسار أزرق أو أخضر مزرق عندهم مسميات طبعاً كذلك عندنا الأزرق الأزرق بينشاء منه مثلاً أزرق اللي هو بنفسج محمر وبنفسج مزرق وهكذا جانب ثاني من جانب تحديد العائلات اللونية هي درجات الألوان اللي هو بتكون ألوان دافئة أو ألوان باردة والتي juste قد نقسمه على أربع ألوان اثنين منها ألوان دافئة و 2 ألوان باردة الأحمر وأصفر وتديؤل الإحساس بالحيوية والإشراق اللي هي بتكون دافئة تديؤل الإحساس بالدفئ وما اللون الأخضر واني من الأزرق يومي بطاwheat الحدوء والسكون وهي بتديؤل الإحساس باللون البارد والذي يكون على الألوان باردة أكثر وذهب يكون على حسب القاعدة أو الفكرة الأولى التي كان ذكرتها عليكم نسبة امتصاص أو فكرة امتصاص اللون للإضاءة ونسبة انتشار أو انعكاس الإضاءة من اللون فهي الفكرة اللون الأحمر مع اللون الأصفر باعتبارهم بيعكسوا ألوان بصورة أكبر بالتالي بتطلع أطوال موجية أقوى من اللون الأخضر ومن اللون الأزرق وكذلك اللون الأخضر مع اللون الأزرق بيمتصوا عدد كبير من الأطوال الموجية طولهم الموجي أقل من الأحمر والأصفر وهي دي الفكرة في تحديد اللون إذا كان دافي أو إذا كان بارد طبعاً ده يكون الثابت فيه هو خواص اللون نفسها كذلك عندنا عائلة الألوان المحايدة عائلة الألوان المحايدة اللي هي بتكون في منتصف الدائرة اللونية إذا أنا أخذت في الدائرة اللونية دائرة تانية صغيرة وسحبتها لحد ما وصل لدرجة يعني من ناحية الكثافة درجة قريبة للنهاية تطلع معاي الألوان المحايدة اللي هي بتشكل في الأبيض والأسود والرماديات والبيج والبني والأفوايد وكل الدرجات الممكن تكون قريبة منهم إذا كان في درجات مختلفة دي عكس القاعدة الشائعة بقول لك الأبيض والأسود والرمادي هم فقط الألوان المحايدة لكن الألوان المحايدة هي جميع الألوان بتكون في منتصف الدائرة اللونية هي الدائرة اللونية اللي بتتدرج من اللون الحقيقي اللون الكثافة عالي لحد ما يمشي ويخيف لحد ما وصل للمنتصف يكون لون أبيض يتبار أنه التدرج بيخيف كل ما دخلنا على الدائرة اللونية من إلى الداخل أكثر وده بتعامل معه كقاعدة يلاقي أنه الألوان المحايدة ممكن تستخدم مع كثير من الفئات إذا مثلا أخذنا فئات الألوان الألوان الطبيعية اللي بيكون مستوحى من الطبيعة وممكن ندخل عليها اللون الأبيض واللون الأسود واللون الرمازي والبيج وأي واحد من الألوان المحايدة ما بتغير تغير قوي لأنه كنا ذكرنا كذلك كل ما زادت نسبة الأبيض في اللون كل ما قلت الشدة والقوة الموجودة فيه بالتالي ممكن نكسر قواعد كثيرة جدا موجودة في الدائرة اللونية اللي بتقول مثلا ما ينفع استخدم لون برتقالي مع لون أخضر ضرب مثل طمعا فأنا ممكن إذا خففت اللون برتقالي بنسبة معينة ضفت له اللون الأبيض وكذلك خففت اللون الأخضر بلاقي إنه التأثير في اللون قل وقلت طول الموجة بالتالي قلت تأثير وزحبت منه الكثافة أو زحبت منه القوة والشدة حقته وكذلك العكس كل ما زودت اللون الأسود كذلك بتقل الشدة والقوة في اللون وبنزع القوة الموجودة فيها ففي الدائرة اللونية بنلاقي كذلك الألوان المتقاربة عائلة الألوان المتقاربة اللي هو اللون هو اللون القريب منه مباشرة إذا نظرنا مرة تانية للدائرة اللونية في الصورة دي بنلاقي إنه حائلة الألوان المتقاربة إذا خدت الأصفر حاخد معه الأخضر وأخد معه البرتقالي باعتباره هم ألوان تنشأ يعني مقريبين من بعض متقاربين من بعض كذلك إذا خدت الأزرق حاخد معه مثلا بنفسج وأخد معه الأزرق المخضر ممكن في عائلات الألوان المتقاربة فكقاعدة في إظهار الجمالية حق اللون إذا استغلت بتصميم لألوان محايدة وتصميم بألوان محايدة ممكن عشان أكثر الرتابة ودام إنه ما عندي لون محرك في الفراق ممكن أن أستخدم عناصر ممكن تدي إحساس بالروح في المكان لأن الألوان كل ما نزحت منها الشدة والقوة حقتها كل ما زادت الكآبة فيها وقل الإحساس الموجود فيها وده ممكن يظهر لما أزود اللون الأبيض جدا في اللون الأحمر بينشأ اللون البنبي أو اللون نقول عليه البنك وكل ما زودت أبيض كل ما قللت الشدة حقته كل ما يعني ممكن إضعف اللون وممكن يكون لطيف يعني فبالتالي بتقل القوة حقت اللون ففي الحالة دي أنا ممكن أضيف ألوان أو أضيف عناصر تضيف روح في المكان على التصميم إذا أخذت مثلا استخدمت تصميم كامل بين لون الأبيض واللون الرمادي عشان أضيف روح للمكان ممكن أضيف العنصر حق الذهب اللي هو باعتباره كأكسيساريس وكذلك أضيف عنصر النبات اللي هو بدي يروح في المكان وبكذا أكون كسرت الرتابة وقللت من الكعابة في الألوان وكذلك العكس إذا اخترت مثلا عائلة ألوان فيها قوة يعني عنصر قوي جدا ممكن استخدم معه أي واحد من الألوان المحايدة وما حيأثر على الترتيب الألوان أصلا الألوان المحايدة ممكن تتقل في كل العائلات اللونية وما تأثر على الخصائص حقته وما تأثر على أنها تسحب منها القوة دعاكسي أنه لو استخدمت مثلا مبدأ الكونتراست اللي هو التضاعت أخدت مثلا الأزرق مع الأصفر اللي هو بيعملوا الكونتراست مع بعض ومن ناحية ثانية أخدت ألوان متقاربة اللي هم الأحمر والبرتقالي بلاقي إن الأحمر والبرتقالي نزع القوة من اللون الأزرق اللي هو اللون الأحمر والبرتقالي بنزع القوة من اللون الأزرق مع الأصفر بمبدأ التقارب أو فكرة التقارب اللي هي عائلة الألوان المتقاربة تسحب القوة من عائلة الألوان المتضادة أو المكملة لبعضها لكن عندما أضيف عائلة الألوان المحايدة لأي عائلة تانية بل قيل أنه ما لها تأثير بل بأنها ساعدت في ظهار العائلة بصورة أفضل وبصورة قوية وهي بالتالي يتم استخدامها في الخلفيات على أساس تظهر الأجسام وتظهر الألوان الأقوى منها بصورة واضحة جدا بذكرى التكامل اللوني أو الكونتراست اللي هو الألوان وضدها هي القاعدة الأساسية قلنا الدائرة اللونية هي بتساعد في تنسيقات وترتيبات الألوان واختيار التناسق بصورة مناسبة فبلاقي هنا عندنا أسهم متربط كل لونين مع بعضه الـ purple بيتناسق مع اليلو اللي هو البنفسج الأساسي البنفسج المزرق بتناسق مع اللون الأصفر كذلك الأزرق بتناسق مع اللون البرتقالي blue اللي هو الأزرق الفاتح بتناسق مع الأورنج المحمر وهكذا نفس الفكرة فبالتاني بين اللونين المتكاملين علاقة تضاد اللي هو واحد منهم بيكمل التاني ممكن ينفع يكون خلفية للتاني اللي هو بيساهم اللون المكمل بيساهم في إظهار اللون المكمل له كذلك استخدام اللون المتكامل بيساهم في كسر حدة اللون اللي بيكون موجود وسائد ونفس القاعدة اللي كلمتكم عنها إنه استخدام التكامل أو استخدام علاقة التكامل بتبرز أو بتظهر بصورة قوية إذا كان موجود ألوان متح محايدة على أساس تظهر الفكرة وفي الغالب بيتم استخدام نسب مختلفة من الألوان يعني مثلا خطة خطة البنفسج تمام خطة البنفسج مع الأصفر بلاقي إنه لازم أخذ نسبة معين من الأصفر يعني خلي مثلا خلي الأصفر هو السائل في المكان وأضيف عليه التطياد إضافات خفيفة من اللون البنفسج على أساس إنه يكون فيه إظهار لهم ممكن أدخل معهم اللون الألوان المحايدة وده كله بيقودنا لمصطلح يسمى بال CRI اللي هو بيسمى بمقدار أو مؤشر تجسيد اللون كذلك هو يعتبر إظهار اللون بالصورة الحقيقية اللون اللون اللي بيتأثر بالإضاءة بيظهر بصورة قوية وبصورة حقيقية هو المصطلح ده يعتبر إضافة على أساس نعرف الفكرة بصورة أوضح CRI اللي هو مقدار تجسيد الإضاءة لللون بيكون عبارة عن جودة الإضاءة اللي هو الإضاءة تكون بجودة عالية كلما كانت الإضاءة بجودة عالية وبنقاء أكثر و الزبزبات الإضاءة كانت منتظمة ما كانت بصورة ضعيفة ممكن اللون يظهر بصورة الواضحة جدا بالتالي ممكن إذا اخترتها بكونتراست يكون ظاهر بصورة جميلة لأنه في بعض الألوان إذا اخترتها ودمجتها مع بعض بنسب مختلفة بلاقي إنه أصبحت تاغية مع بعضها وإصبحت مشوشة فأنا لما أستخدم إضاءة بصورة نقية جدا وأجي أصلتها على الألوان بتجسد الألوان بصورة طبيعية يعني بتجسد فكرة الإضاءة والإضاءة الموجودة في الألوان في الأجسام اللي فيها ألوان بتجسد كذلك الواقعية لأن الشكل بيكون حقيقي جدا وده ممكن يظهر في الأماكن الفخمة جدا بنلاقي إنه ممكن في المنازل بنلاقي إن الأساسات ممكن تكون عادية جدا لكن نفس الأساسات إذا رجعتها لما اشترتها من المعرب بيكون شكلها جميل السير بيكمن في إنه في المعارض مستخدمين مقدار تجسيد الإضاءة بصورة أكبر من المنازل بيهتموا بفكرة الإضاءة بصورة قوية تمام؟ فهو عبارة عن جهاز يسمى بالأنتي فلكر اللي هو ضد الإضاءة ضد الزبزبات أو ضد التواقج الجهاز بيكون نفس فكرة الترانزيفور ريزيستر اللي هو المكثف أو المنظم اللي بنظم يعني حدد الموجات الموجودة في الإضاءة ودفي الغالب بيتدرج من المية لحد الصفر طبعاً الصفر معناه ما في تجسيد للإضاءة أساساً والميم معناه تجسيد 100% بيكون بس فقط في إضاءة الشمس إضاءة الشمس ممكن تجسد الشكل بنسبة 100% اللي هي الإضاءة المباشرة أما بعد كده لو عايز أشتري مثلاً إضاءة تكون بجودة عالية براحز لفكرة CRI بيكون مكتوبة كرمز ممكن أقل شيء تكون على الثمانين إذا كانت السبعين تعتبر ضعيفة ثمانين متوسطة وكذلك تسعين وأعلى جودة بتكون عالية بالتالي تجسيد للإضاءة بصورة قوية بالتالي ممكن أستخدم المبادئ اللي بتكون قوية في الفراغ الأساس تظهر بصورة جميلة واستخدم معها المبادئ أو العائلات اللونية اللي بتكون المحايدة على الأساس ظهر تكامل في التحكم في الإضاءة والألوان أو التحكم في الإضاءة بصورة عامة يعني وبصورة أخص عندنا كذلك أبعاد الألوان أبعاد الألوان اللي هي The Dimensions of Colors اللي هي هوية اللون أو عفوا اللي هي أبعاد اللون The Dimensions of Colors أبعاد الألوان اللي هي بتصنف من ناحية نوعية اللون اللي هي الهوية اللي بتميز اللون اللي هي الهيو بتعتبر درجة اللون هي التي تعبر عن نوعيته ودي من خلالها بنميز عائلة الألوان اللي هي ممكن تكون تبعاً ثلاثة عائلات اللون الأحمر وعائلة اللون الأحمر وعائلة اللون الأصفر وعائلة اللون الأزرق اللي هي ثلاثة ألوان الأساسية فبمعرفة هوية اللون اللي بكون فيه نسبة أكبر بقدر أحدد أو ميزة العائلة حقته الجانب الثاني من جانب أبعاد اللون هي السطوع والإشراق السطوع هو إذا ضربنا مثل أخذنا مثلاً شغلنا على التيفي فيلم بالأبيض الأسود المعروف في أنه شاشة حق التيفي أو شاشة الجوال حتى فيها ممتلئة بالألوان فبيظهر اللون عالي السطوع بشكل لون رمادي فاتح بأي أن كان اللون إذا مثلاً حتى المنطقة اللي موجود فيها صورة باللون الرمادي نلاقي أنه فيها نفس الألوان نفسي كمية الألوان لكن بيكون نسبة السطوع عالية أو العكس إذا كانت قليلة تلقائم يمشي للرمادي الغامق أو يمشي لأنه يصل للرمادي الفاتح هذه بتكون جسد أو بتكون ظاهرة عندنا في الصورة الموجودة حالياً اللي يريد تكون معادلة بين الصفاء والصبغة والقيمة ويكون في منتصف الدائرة اللونين الأبيض والأسود وبينهم بيكون الرماديات اللي يكون نفسي الترتيب الموجود على شاشات التيفي أو شاشات الجوالات فالعمودة في المنتصف بشكل نسبة السطوع والدائرة الكاملة بتشكل الألوان من ناحية الصبغة من ناحية طبيعة اللون أو من ناحية الخواصة الفعلية للون أما التكسيمات الصغيرة اللي مكتوبة على صفر واثنين واربعة وستة فهي بتشكل التأثير بين السطوع والإظلام وبين طبيعة اللون أو الأساس في اللون أو اللون وهو موجود على طبيعته فهي دي فكرة التحكم في السطوع وفي إشراق اللون بالتالي إذا كانت الدائرة مكتملة الدائرة الموجودة في الصورة حاليا كانت مكتملة بكامل الألوان باللاقي إذا كانت نسبة السطوع موحدة لكل الألوان ممكن تكون يعني إذا كانت قوية ممكن تحول كل الألوان لألوان رمادي فاذيح لدرجة أنها توصل للون الأبيض وإذا كان السطوع مخفط عند كل الألوان لدرجة كبيرة تلقائم تتحول لأنها تكون رمادي غامق بالتالي ممكن تتحول للون الأسود ولي بتكمن في إذا فهمنا الآلية وفهمنا المعادلة الموجودة حاليا ممكن حتى في مزج الألوان إذا أنا كل ما كثرت من اللون الأسود في الألوان بلاقي إن اللون أصبح مائل للرمادي الغامق وبالتالي ممكن يصبح لحد ما يصل للون الأسود والعكس إذا زودت في اللون الأبيض ممكن انتقل بالدرجة للرمادي للرمادي الفاتح لحد ما وصلت للون الأبيض وهنا كمان ممكن نضرب مثل بالأسنان إذا كانت الأسنان فيها نسبة السطوع أو نسبة اللون الموجودة فيه نسبة السطوع جايب نسبة معين وكانت الألوان نقية يعني كان اللون الموجود في السن بصورة نقية بنلاقي إن السطوع والإشراق به أصبح أقوى لذلك عدم تأثر الألوان بلاقي حتى الأسنان حق الأطفال وأسنان يعني أكثر إشراقاً وسطوع من أسنان الشباب وكذلك أسنان الشباب ممكن تكون أكثر سطوع من أسنان الفئة الأكبر في العمر الجانب الثالث من جانب تمييز أبعاد الألوان هي الكثافة اللونية يلاقي الكثافة اللونية هي لها علاقة بفكرة السطوع والإشراق بالتالي كل ما كان اللون أكثر كثافة كل ما كان السطوع أقل والعكس إذا كان اللون أقل لكثافة بيكون السطوع أكثر اللي بتتشكل في فكرة الكرومة اللي ممكن تكون موجودة في كثير من البرامج المنتاج أو برامج الإدت على الصور بتلاقي إن عندي الكرومة ممكن تتحكم فيها بدرجة اللون فبتلاقي وصف يعني بنلاقي الكثافة اللونية هي وصف لدرجة نقاء اللون كذلك الألوان النقية القوية بتكون كثافتها اللونية مرتفعة في حين أن الألوان البحثة توصف بالألوان ذات الكثافة اللونية المخفضة إذا أخذنا أمثلة بيلاقي إن اللون الأصفر بيكون قيمته اللونية مرتفعة نسبيا وكثافة اللونية مستواها أعلى أما اللون الأزرق المشبع بيكون قيمة اللونية مخفضة نسبيا لكن بيكون في أعلى مستوى لها من الكثافة اللونية اللي هو أزرق مشبع يعني بيكون كثافته عالية لكن قيمته اللونية من ناحية وجودها وظهورها في المكان بتكون بنسبة مخفضة لأنه كثافته بتكون عالية أما اللون الأبيض بيمثل أعلى قيمة لونية قيمة اللونية عالية وكذلك عنده كثافة لونية عنده الاثنين مع بعض الكثافة اللونية عنده القيمة اللونية بصورة عالية إذا أخدناها بنسبة بنسبة اللون الأصفر المشبع نسبة كثافته 100% نلاقي أن القيمة اللونية عنده 90% نسبة لأنه بعكس الإضاءة بصورة أكبر أما الأزرق المشبع بنسبة الكثافة اللونية بنسبة 100% بنسبة القيمة اللونية من ناحية وجودها في الفراق نلاقيها 10% أما اللون الأبيض نسبة الكثافة حتى لو كانت صفر هي أساساً في الواقع صفر وبنلاقي أن نسبة القيمة اللونية بتكون واصلة لـ 100% فهي هذه العلاقة بين الكثافة اللونية وبين السطوع وبين القيمة اللونية الكثافة اللونية والقيمة اللونية اللي بتتشكل في فكرة امتصاص الإضاءة وانعكاس الإضاءة وعكس الإضاءة كذلك عندنا البعد الرابع هو يكون عبارة عن مناطق تركيز اللون زي ما موجود أو موضح في الصورة الموجودة بتلاقي أنه نموذج لمجموعة من الألوان بتلاقي أنه كثافة اللونية بتكون إذا كانت عالية أو ممكن تكون عالية باستخدام اللون الأسود وممكن تقل باستخدام اللون الأبيض وهي دي تعتبر نفس النقطة اللي كنت أنا بتتكلم عنها فكرة انتزاع قوة اللون باستخدام اللون الأبيض والأسود لكن إذا كانت كثافة اللون إذا مثلا كثافة اللون في حد ذاتها هي قليلة وديتضف طلعها لون أبيض أو أسود تلقائيا التأثير بيكون بصورة سريعة حتى ما يحتاج مننا يعني أضيف يعني قدر كبير من اللون الأبيض ومن اللون الأسود زي ما موجود في اللون التقريبا هو من البنفسج اللي هم انتحد بيكون ماي للون الكستنائي وكستنائي إذا بيقى غامق ممكن أن أستخدم في مكان عايز أظهر فيه إحساس بالهدوء القوي جدا كذلك في اللون الأزرق الموجود في الصفة في العمودة الثانية على اليسار بيلاقي إنه لو استخدمته بصورة لامعة من ناحية الخام حقته نفسها وضفت له بضاءة على شكل يعني تدرجات بيلاقي إنه الإحساس فيه بيكون واضح بيكون قوي وينه دي من استخدامه في تكنيكس أو تكنية معينة بيكون فيه استغلال استغلال لفكرة الإظلام في ظهار الإضاءة خصوصا لو كان الفراغ فيه إضاءات بصورة قلينا نقول إضاءة موجهة طبقات من الإضاءة الموجهة لما نستخدم درجات ألوان بكثافات لونية يعني عالية نسبة الإظلام فيها بيكون قوي بيلاقي إنه الإضاءة بيكون ظهورة أو وجودة بيكون قوي بتمنى إنه أنا أكون عقدت في الموضع يعني مثلا إذا أخذت فراغ وعملت فيه تصميم يعني بألوان كثافات اللونية عالية تمام؟ بالتالي متصاصر الألوان بيكون بنسبة أكبر بالتالي بتكون يعني وجودة أو ظهورة في الفراغ بصورة أقل أنا باستخدم الأسلوب ده على أساس أني عايز أضيف طبقات إضاءة تكون موجهة على المطة معينة ما عايزة الإضاءة تنتشر أو تتشتت في أكثر من مكان فبالتالي بقدر أضيف هدوء في المكان فخامة بالتالي ممكن أميل للإحساس الدرامي أكثر إنه أنا عايز أوصي الإحساس بالهدوء بنفس الوقت بالعزلة أو بالأريحية أو بالدفء في المكان بإنه أعمل إضاءة تكون دافئة جدا مع ألوان كثافات اللونية عالية وكذلك التكنيكس ممكن يستخدم في بقية العائلات اللونية إذا مثلا أخذت عائلة الألوان المتكاملة أو المتضادة اللي بيتكمل بعضها أخذتها بنفس الكثافات المذكورة ضفت عليها مثلا اللون الأسويت أو خليت الكثافة في حد ذاتها عالية وجيت ضفت لها برضو نفس التكنيكس وفكرة الإضاءة والإضاءة والحاجات دي بلقي إنه الطابع حق التصميم ما لإنه يكون أهدأ عكسي إنه أنا أقلل الكثافة وأزود في نعكاس الإضاءة وأقلل من انتصاص الإضاءة فهذه الفكرة في إنه التحكم الكامل باستخدام الإضاءة وخصائص اللون من ناحية طباعه من ناحية عكسه للألوان من ناحية اللي هو أساسا تأثره بالإضاءة فهذه الفكرة في التعامل مع الألوان بصورة عامة بداية من علاقته بالإضاءة وطريقة النظر وطريقة الشعور بالإضاءة والإحساس بها وكذلك الأبعاد الألوان وكذلك تعرفنا على بعض الأسماء العلمية اللي بيعني نقدر نطلقها بصورة علمية حسب نظريات الألوان عندنا الماجينترات والإمرال يعني ممكن أقول الماجينترات والسيام بلو والليمون يلو كذلك عندنا في الألوان الألترامارين بلو اللي هو اللون المذكور في نظرية شيفريل أو في دائرة شيفريل يكون بين اللون البنفسج واللون الأزرق يعني كانوا ما بينا نقدر نميز بينهم بيكون ماء اللي يكون بنفسجي ونسلوكية ماء اللي يكون أزرق يسمى بالألترامارين بلو كذلك عندنا الأورانج اللي هو اللون الأورانج هو معروف عندنا الفيولت اللي هو اللون الفيولت هو البنفسج عندنا الكالميوم اللي هو الأحمر المائل البرتقالي عندنا الأوليف جرين الأخضر المصفر يمكن نقول عليه الأخضر المصفر يكون الدرجة بين الأخضر والأخضر المصفر اللي هو الأخضر الزيتوني كترجة محارفية له كذلك عندي الأخضر الزمردي الأخضر الذي يكون لون الزمرد الأخضر القوي وفي غيرها من الأسماء العلمية بخصوص الألوان بصورة عامة طبعا الألوان عالم كبير جدا ممكن نتوسع فيه ونتعرف على لعبة صورة قوية لكن بس نعرف القواعد الأساسية الأساسية لن أقدر أنسق بصورة جميلة ونردع أن أتكلم ونتذكر مرة أخرى أن الألوان لا يكون لديها إحساس ثابت يعني ممكن أن الألوان نفس اللون يكون موجودة من ناحية الحضارات نرد أن نفس اللون موجود في حضارة في الحضارة الثانية يكون لديه إحساس مختلف مثلا إذا أخذنا اللون الأصفر اللون الأصفر في الحضارة الفرعونية يوحي بالألوهية والعبادة والعظمة وهكذا نجي للون الأصفر في الترازة الكلاسيكي نجي أنه الإحساس ممكن متقارب لكن نجي أنه إحساس بالاهتمام بالتركيز على النقاط معينة مختلف عن الإحساس الأول فهو عسب الطبائح حضارات الموجودة وكذلك النشأة وكذلك المعتقدات المعتقدات اللي بتكون موجودة في كل فرع فأنا لا بد أننا نتعرف على الشخصيات وتعرف يعني مثلا على الحضارات المختلفة بمجرد معرفة وحلل الألوان كانت بتوحي بشنه الفترة الزمنية خلاص ممكن أنا أجيد مهارة التمكن من تحديد الألوان ممكن تكون متوافقة مع الأشخاص اللي أنا عايز أعمل لهم مثلا تصاميم وعايز أعمل لهم أختار لهم ألوان تتوافق معهم كذلك بيلاقي أنه في بعض الشركات بتنتج ألوان في كل سنة الألوان اللي بيتم إنتاجها وبتعتبر ألوان معتمدة للسنة كاملة هي بيتم إنتاجها من دراسات دراسات على المجتمع دراسات على حالات موجودة وحالات صحية حاصلة في فترة كورونا بيلاقي أنه فيه ألوان بتدي بتوحي بالبهجة أكتر من الألوان السابقة اللي وكان الناس في حالات اجتماعية أكتر من إنهم كان في عزلة بيلاقي أنه الألوان هادئة وفي فترة كورونا كثير من الشركات إما كان كلها بيلاقيهم إنهم بيختاروا ألوان بتوحي بالمشاعر أكتر يمكن تكون عليها الألوان النابضة يعني كان نادر إنه الشركات الشركات الديهانات تختار الألوان اللون الأصفر واللون الصارخة والقوية مجرد ما ظهرت فترة كورونا صبح اختيار الألوان النابضة بصورة كثيرة بصورة يعني مستحبة أكثر وهنا بتكمن السير في اختيار الألوان في تأثير الألوان الفعلي والواضح جدا من الناحية النفسية كذلك في بعض الإيحاءات في الألوان تستخدم بطريقة ثابتة إذا كنت بتعامل مع حالة صحية معينة في المستشفيات يحبز إنه يكون اللون الموجود في بعض الأحيان يكون الأخضر أو تركوايز نوعاً ما وكذلك ممكن يكون اللون الأبيض هو المستخدم بصورة شائعة ده من ناحية من ناحية تانية في التعامل مع القواعد كنت في البداية بقولوا يعني في قواعد موجودة بقول لك اللون الأحمر يعني يقال إنه اللون الأحمر بيوحي بالحب بيوحي بالنشاط والحيوية وهكذا أما لون الأصفر بيوحي مثلاً رمز للشمس رمز للطاقة وهكذا والأزرق بيوحي بالصداقة يعني على حسب المفاهيم في المفاهيم دي ممكن تكون فعلية وحقيقية إذا كان عند الأطفال لأن الأطفال ممكن غالبيتهم ما يكون عندهم المشاعر بل بالعكس ممكن ممكن يكون عندهم مشاعر وتلقي الطفل من هو صغير ما يحب اللون المعين أو اللون الفلاني وبالتالي الموضوع بيكون ما يلين يكون ما فيه قواعد على الإطلاق ممكن ما يكون فيه قواعد ممكن نعتمد على الشخص وهو حور فيه أنه يحب أي لون كذلك في استخدام الأطوال الموجية المختلفة مثلاً في الإضاءة أو الألوان الموجودة في ممكن نقول إشارة المروض نلقي أنه الطول اللون الموجي الموجود في اللون الأحمر أقوى بالتالي بدي خطر بدي أن المفروض توقف أما الأخضر ممكن أقلة والأصفر كذلك ممكن يكون وسط بينهم الاثنين بالتالي استخداماتهم بتكون استخدامات فعلية وعملية واضحة جداً بمجرد ما أغير في الألوان بتغير في التأثير وممكن تحصل حوادث فعلياً إذا كانت موجودة وممكن كذلك التأثير يكون تأثير نفسي إذا كان بعض الحالات بيقول أنه ممكن نتعذب بالألوان من ناحية أنه يكون موجود في فراغ بلون واحد تلقي النسيته ممكن تتدهور ممكن يوصل لحالة سيئة جداً وممكن للعكس مجرد ما أضيف لهم خلاص الحالة الصحية بترجع وتعتدل وتكون بصورة طبيعية فهي دي الفكرة في التعامل مع الألوان بصورة عامل، ألوان بحر وعالم واسع لكن نحن دائماً نخلي كن معنا قيود في التعامل مع الألوان من ناحية اختيارها للأشخاص والآخرين باعتبار أنه ممكن نكون فنانين وتعامل مع الألوان بصورة يعني واضحة كنت معاكم أنا محمد آدم عبد الرحيم مهندس تصميم داخلي من الأكاديمية العربية الدولية منصة قاعد في محاضرة نظرية الألوان وشكراً جزيلاً جزاكم الله كل خير في أمان الله حتى نلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله